موسيقى مساء الخير مشاهدين أهلا بكم إلى النشر الجوية نقدمها لكم من قناة نوميديا إذن أجواء مستقرة على المناطق الشمالية من الوطن خاصة الوسطى الساحلية في حين تعرف المناطق الشمالية الشرقية بعض الأجواء الغائمة والممترة فيما يأخذ درجات الحرارة المسجلة خلال هذه الليلة تصل إلى خمس درجات بعناب طرف القالة سكيدا مسجد صفر درجة كأدنى من قياس على مرتفعات الأوراس على سطيف باتناء برج بوري ريج كذلك تبسا وقسنطينا مسجد أربع درجات فقط على تيسي وزو على البورة وتيسمسيل تزع درجات بغردايا والنعم سجل ثمان درجات على شمال الصحراء ببسكرة سبع درجات على مناطق الواحد كمنطقة واتسوف سبع درجات أيضا بمنطقة تميمون سجل خمس درجات ببسشار ثمانية بيتندوف تسع درجات على أدرار ست درجات نسجلها على منطقة تامنرس ثلاث درجات بجانات وثمان درجات بأقصى الجنوب الجزائري بما يخص حالة الطقس غدا بإذن الله هتنجواء غائمة تماما ملبدة على المناطق الشمالية خاصة الداخلية من الوطن الوسطى الشرقية وحتى الغربية دائما جواء مغاشة جزئيا خلال الصباحة لكن منطلق خلال الظاهرة على السواحل الغربية من الوطن إذن جواء بريدة أيضا تشهدها مناطق شمال الصحراء مناطق الهضابة العليا الوسطى إلى الشرقية جواء مغاشة جزئيا بمنطقة بشر إلى مرتفعة الهقار والتصلي تبقى لجواء مستقرة وصفية على باقي ولايات الجنوب إذن درجات الحرارة المسجلة خلال الظاهرة ظاهرة الخميس بإذن الله تصل إلى عشر درجات بصيف بورج بوريج وهذا كأدنى من قياس بين مناطق الشمالية نسجل ساعتاش درجة بعنبا الطرف والقالة حتى على السكيدا وبجاية تمنتاش درجة السواحل الوسطى إلى الغربية من الجزائر العاصمة إلى غاية بننصاف نسجل 21 درجة ببشر 27 درجة الخطرة بين منطقة ميمون وعين صالح 28 بأدرار ورقين 25 على تندوف 23 درجة بمنطقة تماث 22 على جانيت 26 درجة على إليزي 23 على ورقلة حاسم سعود ومنطقة واتسوف نسجل 28 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على بورج برج مختار وعنقز حالة البحر إذن غدا بحولها البحر دائما مضطرب على السواحل الوسطى والغربية إذن سرعة الرياح قد تصلحة 40 كم في الساعة فيما يخص السواحل الشرقية البحر هادئة تماما سرعة الرياح لن تتعدى 20 كم في الساعة نختم من الشراكة العدبية المعلومات الفلكية لوقت شرق ووروب الشمس بالجزائر العاصمة وتواحية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة